الخير صباح الخير يعني كل عام وانتم بخير في كل زمان وفي كل مكان أينما كنتم حيثما كنتم السلام عليكم حيكم بكل التحاية اللي احنا بنتكلم عنها ان شاء الله لكنا نتمنى لكم السعادة والأمن والأمان في الأماكن التي توجدنا فيها وندعو لكل الممتحنين في العالم من أصحاب القضايا الشائكة لكل بقعة من المعمورة من ربنا يرفع عنهم البلاء والعناء والشقاء في كل مكان في كل مكان في كل مكان ربنا دائما يقف مع المستدعفين وانصرهم ويرفع عنهم الأذى والبلاء والعناء والشقاء في كل مكان ان شاء الله انتهى العيد عند المسلمين الحمد لله نرضى خامس أيام العيد تقريبا ونتمنى اننا كمسلمين نشارك البهجة مع اخواننا غير المسلمين كذلك وانا اعتقد ان كثير مننا فعلوا هذا طبعا عندنا في الشرق الاوسط فيه كحك العيد وغريبة العيد والحاجات دي كلها وما ادراك ما قيمة هذه الأشياء في التاريخ احتفال بالعيد من قيمة الدار الفاطمية مقابل الدار الفاطمية إلى آخر عن عموم عيد سعيد عليكم جميعا واتمنى لكم الأمن والأمان في كل مكان وفي كل زمان اليوم نكلم عن حلقة تالتة من مجموعة فضفضة خمسة لخمسة في مشاكل عمل خيري وطبعا أنا بشكر في الأول اللي هو الأخونها علي الشوة اللي هو البيع من الإعداد الفني الشرايح علي الشرايح ثانيا ماتا دكتور بس وبشكر معا كذلك مجموعة الشباب والناس الفاعلين المحترمين أنا بذكر أسمعهم آسف لنا ما ذكرتهمش الحلقة اللي فاتت دكتور محمد بشير أستاذ بطف السيد أستاذ أحمد الحيد السيدة هالة فؤاد والشباب أحمد الشيخ ومصطفى معاد اللي من دول زي بريطانيا والسودان ومصر ومن أبناء الداخل السوري والطوعين كذلك أنا بشكرهم جميعا لأن كل الأفكار دي مجبتعت أنا شخصيا ولابد من الأمانة العلمية أنا أشكرهم في كل مرة أتحدث إليكم فيها أول حلقة كانت عن معاناة النفس البشرية لأبناء الفقراء من الأطفال الصغار أو الأيتام أو الأرامل أو المرأة الفقيرة اللي مش قادرة تطعم أولادها وهي أرمالها أيضا يعني وكذلك اللي هم أبناء المجتمعات المهمشة الفقيرة اللي ساعات إحنا كتير جدا في عمالنا الخير بننظرهم نظرة دونية نظرة دونية والعاملين فيها اللي احنا بنفرض عليهم ساعات يعني قوانين صارمة حتى في التحرك حتى في العمل حتى في المصاريف إدرياء عليهم دا كان أول حلقة الحلقة الثانية اللي كانت الأسبوع اللي فات كان بتكلم عن العبادة وعلاقة العبادة بيه اللي هو المجتمع إمكانت تأمنت فيها بكلمات من الشيخ محمد مطول الشعراء ورح مطلع عليه وأنا بأضيف عليها طبعا لا ليس لأننا يعني عندي علم غير علمه لا لأنه اللي هو الأساس وحنا تعلمنا منه بقول فيها العبادة هي تقاس بمدى تقديم الخدمات الاجتماعية منك للمجتمع والإنسان الذي يعتقد أنه يعبد الله حق عباده سواء كان ربنا بتعود أي حد مش هندخل فيها ولا يقدم بذلك خدمات يراجع نفسه أو تراجع نفسها في إيمانيتها يعني إيمان من غير حركة ديناميكية مجتمعية لإنقاذ مجتمعات ولا مجتمعات لا يبقى مش موجود يبقى الإيمان يتحرك إلى حركة مجتمعية بالنها ده كان في الحلقة الماضية من العربي وبالإنجلي أما اليوم فبنتكلم عن خمس مجموعات أخرى من خمس من الأسئلة برضا وضعوها هؤلاء الشباب من اللي أنا ذكرت أسمان وبعد كده هو ونحن نتكلم ونحن نتكلم فيها عن مشاكل شخصية بعض الأفراد اللي بيعملوا في المؤسسات ذائد مشاكل مؤسسية فحنبدأ فيها بأول سؤال أو أول مشكلة كما جاءت منهم اللي هي الصورة الذهنية السيئة التي قد يتخذها بعض الناس عن الجمعيات ورغم متبرع بالتعامل مع المستفيد من بشارك يبقى أول حاجة الصورة الذهنية سيئة تاني حاجة رغمت كتير والأرامل مباشرة الصورة الذهنية السيئة دي قد يرسمها شخص زيحلاتنا عمل تصرف سيئ نهر ضرب اعتذى كذا كذا يعني تصرف سري وشافها بعض الناس ففتف در الصورة الذهنية دي العمل الخيري عند الجمعية المعينة دي موجودة أبد الظهر ما تتغيرش وللأسف يعني من تصرف خاطئ لشخص من الأشخاص زي حالاتنا شخص دي ممكن يكون موظف عادي ممكن يكون رئيس مجلس دارة ممكن يكون عدو مجلس دارة ممكن يكون أي حد من دول فالصورة الذهنية دي يعني يعني بتفضل عالقة خلي بالك يا شباب أنت وإيمانك ما يراه الآخرين فإن أسأت أنا إلى نفسي فيفتراني الآخرين بمدى إساءاتي أنا إلى نفسي طبعاً إحنا بشر مش ملايكة وإحنا مش ملايكة وإحنا مش أنبياء مش رسل بنخطئ لكن في العمل الخيري الخطأ بهذه الطريقة صعب أننا نتركه يحدث زي ما حدث مرة من المرات كان فيه بعض الشباب بيجمع تبرعات على الهوى في أحد التلفزيونات وأحد اللي هما السائلين سأل سؤال محرج في المصرين الإدرياء فالشخص كان بيجمع القضية مهمة جداً 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 فبدل ما يقوله جزيلاكم والله أخير تصل بيا بعد الحملة يعني أكال له مكاييل صعبة جداً 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 فطبعاً أنا صعب أننا كنت أتحمل هذا الكلام الأرشاب اللي هو المتبرع فده طبعاً أصبح على السوشيال ميديا يعني ترند يعني طيب صحب الشاكوة كنت يكون عنده حق إن هو ده اللي شافه وهو ده اللي سمعه مباشرةً مش عن حد 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 فلابد إحنا لو إحنا تقلدنا أو تبوقنا العمل الخيري لابد إنا نلاحظ لما أنا قلت لكم مرة قبل كده من زمان إن في أحد الناس الفلاحين الغلابة اللي كانوا هم ربنا أعطاهم البصيرة علشان يعلمونا وإحنا صغارين أن يبني إذا تبوقت العمل الاجتماعي وقفت على المسرح فاعلم أن الناس يسمعونك بأعينهم بش بأذنهم بأعينهم شكلك شكله إيه لبسك لبسه إيه حركاتك إزاي بتقول إيه إلى آخر فإذا كحصل شكوى من هؤلاء الناس فكيف نتصرف معاها بقى لابد يكون لها قواعد قواعد النصيحة زي ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أو معنى وفي الأثر كذلك النصيحة على الملأ فضيحة تخيل بقى أنا ربنا سطرني في شيء معين وواحد شافني فجي عايز بقى ينصحني فييجي بقى قدام العيلة كلها أو قدام أخواتي وأريبي وفي الشارع قدام يقول للناس يا فلاني فلاني خلي بالك ما تعمل كذا كذا وإنتا بتفضحني إذا كده ربنا سطرني إنتا بتفضحني قواعد نصيحة هنا بالنسبة للمؤسسات في هذه الأعمال تبدأ النمر واحد إن أنا أتمنع أرجو من كل مش أتمنع أرجو من كل شخص عنده مسألة وشكوى إنه ما يتسارعش لا يسرع بدوضعها على المنصات العالمية ومنصات السوشيال ميدي اللي تواصلكت مع دي نمر واحد نمر واحد نمر اتنين يتصل بالمسؤولين الجمعية دي بيكلمهم بطريقة ودية وإطلب منهم منهم يقابلهم تصل بيهم رسميا نبعط لهم جواب أو خطاب ولو من عايز أقابلكم يبقى واحد عدم النش اتنين نتصل بالمسؤولين تلاتة طلب اللقاء أربعة افرد المسؤولين ديهم ما ردوش عليه واستعلوا عليه يعمل إيه بقى يوم عمل شكوى رسمية ومقدمها في الإدارة المنوطة بالجمعيات في الحكومة يكون معاها كل الأدلة والبراهين على صحة هذه الشكوى هو عمل اللي عليه إنه ما نشرش عشو ما نردهش المؤسسة إنه حاول اتصب المسؤولين وحاول يجنس معهم رفضوا أن يمعوض معاه فيبقى اتصب الحكومة دي نمر البعض نمر خمسة إذا كنت أنت يسا غير مقتنع بكل ده ما تعتموش فلوس خلاص ما تتبرعليش ليهم نمر ستة لو جي حد تاني سألك عنهم عشان تسكية بدل ما تقضح فيهم وزكي جمعية تانية لأن القطح في أي جمعية يا شباب يعني ده خطر جدا في بعض المغردين بينقلوه علشان يضربوا القطاع الخيري كله علشان يضربوا القطاع الخيري كله يعني هونس ما ما قلنا إن هاني البنة أخطأ في شيء حاجة وهون البنة كان مسؤول عن مؤسسة X مش هيقوله هاني البنة هيقوله مؤسسة X وحيكيله بقى مؤسسة X قد يكون هاني البنة هو هو السيء لكن المؤسسة في الناس كلها جيدين جدا فبالتالي أرجوك بدل ما تسب وتشتم في الجمعية زكي اللي بيسألك زكي الجمعية أخرى ما تزكيش الجمعية دي لأن فيه ناس مغردين يعني المثل وتخشل المثل دي يكون صحيح لو يقولك إيه لا بيرحموا استغفض العظيم يعني والمثل الخطأ بيقولك ولي بيخلوا رحمة ربنا تنزلس وده خمتها مسل خاطئ فان جزء تايب بتاعه ده جزء لواني من الاستشكال الأول الجزء الثاني اللي فيك تجي ده من المانحين عاطفين جدا عايزين يتواصلوا مباشرة مع مين مع الناس الفقراء والغلاباء خاصة الأيتام والأرامل وخاصة لما يكون الأيتام والأرامل دون شكلهم حل وكده زي جايب من سوريا مثلا والبوسنة يعني الأطفال اللي شكلها كده عامن زي يعني كذا يعني فيضغط على الجمعية يضغط على الجمعية عشان أنا عايز اوصل أنا عايز اوصل هدية مباشرة أنا عايز كذا كذا أنا بالنسبة لي القضية دي تعتبر خطيرة 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 وستؤدي إلى التالي فإذلك أنا بارفضها أنا بارفضها من وجهة نظري أنا لاسي فقط شخصية ولكن الخبرة اللي اتعلمتها منذ أنا عملت في هذا المجال أول حاجة نفرد نحن مثلا أنا كمانح عندي بكفر الأسرة ألف الأم والثلاث أربع أطفال وفي نفس الشارع أسرة ثانية فلما بروح بدي لهم الهدايا دي وهنا هتنفل نفس الجامعية وفي أسرة ثانية محدش بتكفر برضك بس مجدلش نفس الهدايا فبقى هنا في تفرقة مش معنى الهدية دي جات لابن فلانا وما جاتش لابن أنا فبتل الشكاوي تطلع لأن لن يستطيع ها لن يستطيع أحد أنه يوصل كل الهدايا دي لألاف أو عشرة ألاف مثلا في بعض الجامعات عندها مئة ألف أنا أعرف جامعية زي أحد جامعات خانية مش عايزة أسكر أنا أسمع الجامعيات كانت عدت المئة ألف ومثلاث سنين مثلاث سنين يعني هما الوقت ممكن يكونوا في مئة وعشين ومثلاث ألف فتخيل بقى أن في بعض المناحين من الدولة المناحة دي قال لك أنا عندي خمسين يتيم وفي حارة واحدة لكن الحارة دي فيها يمكن متين يتيم إزاي أنا هاودي هدايا لخمسين وبقيد المتين مش هياخده وده أنا بس بقى ناشط فيه المؤسسات المسؤولة عن الأرامل والأيتام زي اللي هو التحضر العادة الأيتام اللي برقصه أخونا فادي والراجل المبدع أنه يحط لها سياسة دي نمرة واحدة هتفرق تعمل تفرقة في التعامل ما بين هذا اليتيم وهذا اليتيم وهذه الأمراء وهذه الأمراء دي نمرة دي نمرة أتنين التواصل المباشر وأنا شاهدنا قضية كتير جدا مع المرأة المكسورة ومع اليتيم المكسور قد يؤدي من دعاف النفوس لابتزازهم كما أدراكها وممرأة معها أربعة أو خمسة أطفال كسرة النفس وكسرة في كل حاجة وقد يكون المانح ده شطان والله أعلم وقد يكون ملاك والله أعلم كده أنا أقفل الباب بالتواصل ده وفي نفس الوقت بعض العائلات بالأيتام دي من شدة الحاجة لهم قد يبتزوا المانح ويصوروا القضية اللي هم بيعانوا منها إنها قضية كبيرة جدا فالابتزاز ممكن يحصل من ناحيتين وده خطر جدا بنبتح عن نفسنا خطر جدا في بعض العائلات من شدة الحاجة بيكبروا اللي هو إيه الإحتياج ماذا الإحتياج بتاعهم فلذلك جمعيات المسؤولة عن تأثير سياسات الأيتام زي تحضر العائلات الأيتام مفوض يردوا علينا في مثل هذه الأشياء اللي تصل مباشر ده حيقدل حاجتين أو لحاجة واضحة جدا معلومة حياخدوها من اليتيم والأرملة والفقير ومعلومة حيودها من الجمعية هتلاقي من قد تكون المعلومات دي متضربة مع بعضها فده حيوسيق لسمعة الجمعية أمام الملع ده حصلت معانا أنا حصل معانا شخصيا في قضية البصن كنا نحن عندنا مكتب وسمحت لأحد المانحين يتصل بيه فإعطى المشروع للمانح دون أن يدعى المصير الإدراعي لأ بتاعت المكتب بتاعه وأ بتاعت المكتب الرئيسي اللي أنا كنت منه فطبعا لما المانح بص لقيمة المشروع اللي هو بيتكلم عنه الشخص ده وقيمة اللي احنا بدي نهاله قال لحنا حرامية لأن الرجل اللي هو الميداني ادالوا المعلومة إن هي زي ما تقول جاية من إيه من الشارع تحط علي أي مصير قدرية فحصل بيننا وبيننا هذا المانح مشكلة كبيرة جدا 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 أساءت إلى السماء المؤسسة وانتهت بيننا ونركزاكم الله خير مش هادي نتعام معاك تنمار حاولنا نعمل ندرق هذا الموضوع ما فيش فائدة نمر أربعة ده بيقدي إلى إيه الململة اللي بتحصل داخل الأروقة بتاعت الأيتام والأرام والفقراء دول يعني بتخلي الجو مش جو أخوي مش جو تربوي مش جو عاطفي مش جو إنساني جو في دجر في تذمر وده بيرجع المؤسسة المسؤولة عن الأيتام والأرامل وغيرهم بأنها بتبتلي تقعد البعض المرامج بتاعتها زي بناء القدرات تمكين والحاجات دي كلها ليه لأني في مشكلة في نار تولعت جوه نتيجة التواصل المباشر ما بين بعض المناحين إنهم بدغطوا وضغط غير عادي على الجمعية من أجل إنهم يتواصلوا مع الناس دي من الخمسة دي بالتالي بقى ودي أحطوا في حلقة في النقو حلقة لذلك أنا دايما مع الأيتام والأرامل أقول لا يتعامل معهم إلا امرأة سمعوني يا شايفين صباعي لا يتعامل معهم إلا امرأة شاء من شاء الرجال وأبى من أبى الرجال أنا ده بالنسبة لي يعتبر زي إيه قواعد أساسية لا نقاشة فيها لا نقاشة فيها للنقطة الأخيرة دي كلها اللي هو قد لأن ممكن الشخص ده المانح يروح يزورهم في الأماكن اللي هما فيها فلو دخل الرجل ده على هذه النساء أو هاتيك النساء إلى آخره ممكن إشارة تطلع خاصة لما بعد خروجه من عندهم يكون فيه ملابس جديدة وكذا وكذا وانت عارف الألسنة كثيرة فلابد إدراءوا الحدودة بالشبهات لأ يعني لأ فأرجوكم يا أصحاب الجمعيات وأرجوكم يا مانحين يا طيبين يا مقلصين لا تجبروا الجمعيات على فعل هذا لأن هذه خطوة خطيرة جدا 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 وأشكر الأخ اسمه أحمد الشيخ اللي حطاه أنا فاكر هو السؤال ده حطولي في مجموعة الأسئلة السؤال التاني المصريف الإدرية دي حترجع تاني الحاضر الغائد في بعض المتبرعين يقول لك لأ لأ يعني لأ ما فيش مصريف الإدرية أنا أقول هنا بقى إن المشكلة دي بقى تتفاقم من أكثر من عقدين من الزمان يعني من نهاية القانون أنا مش عارف إلا إحنا في القانون 21 أو القانون 22 المهم اللي إحنا فيه ذات الوقت بقى تتفاقم خاصة منين بقى معايا سمعيني خاصة في الدول الغنية اللي الناس فيها مريحة والناس فيها عندها مرتبات حلوة والناس فيها ممكن تتطوع والناس فيها ممكن تقعد كده في البيت عالكنبة وتقعد مخمخ وتطلع وتقولك اعمل كذا وتعملش كذا تقولك لا أنا هو قادي المت جنيه او القادي ميتين دونارهم او قادي العشرة ميتين دونارهم او قادي المتين 20 ألف ريال أو درهم أو يورو إلى آخره وتروح هناك ولا مالين مصريف إدارية أقوله بقى مرة إيه بقى مرة إيه وما تفعش فلوس لمينة للغلابة اللي موجدين هناك دول يعني عايز يكون عندي مكتب ميداني يشتغل بدون مصريف إدارية موظفين ما تفع لهمش الجمعية حاجيب فلوس منين عشان تنفذ لك مشروع عايدا أن أنا أعمل لك سلة غذائية وده مشروع وسط جدا أو ملابس والفلوس دي بتطلع منك بتطلع وتسافر في الهوى بتتحول تخش البنوك وتخرج من البنوك وتخش المحلات وتتعبى في كياس وتتعبى في باسكت وتوزع الناس ببالاش ليه؟ كان الخطفاء الرشدين كان بيدي فعلهم مرتب ذاكرة ربنا ورافة أرض في الزكاء العمين عليها وعلى العموم الناس دول اللي قاعدين مراحياحين في بلادهم بيقولوا مفيش مصير أو حتى اللي يقولك المصير في إدريا بتاعت الميدان ما تزدش على 2-3 ليه؟ ليه؟ أنت قاعد مرتاح في بردك ليه تقهرني أنا وتنظر لي هذه النظرة الدونية ما تخدش فلوس أجيب منين أنا؟ أعيش إزاي؟ أنا قد أكون أنا عندي القدرة على التطوة أحسن منك لكن مش قادر أنا عايز أأكل نفسي أأكل أولادي أأكل عائلتي الكبيرة يعني ما فيش علف في سوريا دلوقتي وعند موظفين في سوريا إلا بيأكل أبوه وأمه وأخواته وأولاده كمان أو في اليمن ليه؟ نحن جايبين الفكر ده منين؟ على العموم دي بتعتبر نازلة عروية ونازلة دونية من هؤلاء الناس ده بالنسبة للأشخاص المانحين اللي بيفرض عليك فرض عين لا يعني لا مضطرة الجمعيات تاخد منهم الفلوس دي وألعيزوا بالله مضطرة فعليكم أيام المانحون دي بقى نداء لكم أن تدركوا بأن نظرات التقوى والخشية من الله ومن إنفاق على المصرف إدريا دون اسمعوا دي كمان دون وجود دراسات واقعية ميدانية تصيب العمل الميداني في مقتل فأنتم تخترون العمل الميداني الإنساني فلن تستطيع مؤسسة ميدانية محلية أو دولية أن تجد مصيف قدرين أن ننفق عن مشاريع اللي أنتو عايزين ننفذها هنجيبها منين يعني أنا دلوقتي حبعت شاحنة كبيرة كونتينر للسودان لحتة فين؟ في شرق السودان أو في شمال السودان أو في غرب السودان المسافة المعنى هنقسها بمئات كيلومترات يقولك لا أنا حبعت لك الكونتينر ده بس يروح لبرسدان وانت عليك البقاء طبعا أنا حجيبه 5.000 دولار بتاعي النقل الداخلي ده منين؟ منين؟ وانا حجيبه فلوس التوزيع منين؟ حجيبه منين؟ ليه؟ ليه بنتعنت وبنزل مثل هذي الجميع يقول ده عاصل ده تقوى تقوى فين؟ وخشية فين؟ ومعرف فين؟ وأتمنى أتمنى أن هذه هذه الخشية أنا أعطناها خشية وأنا بسميها يعني مش أسر مني حاجة عايش مزعلش حد حاليا ندرك من جهة أخرى لن تستطيع من مؤسسات محلية إيجاد الوسائل الناجحة في تخيم العمل أين سبق دي؟ مش أنت عايز تعرف إن العشر تلاف دولار ولا يورو ولا ولا دينار ولا ريال ولا كذا الصرف إزاي؟ لا يمكن بدون مصريب قدرية حتستطيع المؤسسة المحلية دي اللي في الميدان تديك تقرير يعني جيد وقوي ومفاعل لأن ما فيش فلوس فعيدطر يأسأس من المبلغ عشان يمشي أموره ممكن يكتب لك تقرير غير صديقة أنت السبب في هذا أنت السبب في هذا أي المتبرع إذا تقول لا توجب مصاريف إدارية يأخذ كان بلدك غنية والحكومة بتاعتك بتكفل بعض الموظفين ما تعاملنيش أنا أنا لعندي خدمة اجتماعية ولا عندي مكتب ولا عندي أي شيء همشي للناس إزاي؟ أنا بس حاجة العذر المنح فهو ليس على علم من مخطيات الأمور وحاجات الجمعيات في هذه الدولة الفقيرة والمجتمعات المهمشة نهيكم عن المجتمعات بها اللي فيها اللجوء والنزوح والتشرد يعني الفقر شيء والنجوح والفقر شيء واللجوء والفقر شيء والنزوح والفقر شيء والتشرد والفقر شيء فأرجو منكم أيها المانحين يعني أقبل أياديكم وأروسكم أن تستمعوا وتعوا بإمعان لمقتضيات المكاتب المدنية والعاملين فيها وأن توقنوا بأن المصاريف الإدارية جزء أساسي من إنجاح أي عمل تقوم بها هذه الجمعيات وأن لا تضطروا هذه الجمعيات اللي أكتبت مثل هذه التقاريات وحكاية الاتنين في المئة والتا في المئة دي اللي الناس عاملها نفسها شطرة ما تنفعش ده تجعل الناس يعملوا تقارير غير سوية وأنت السبب أو أنت السبب آياتها المناحة أو إيها المناحة ده بالنسبة لأفراد أما بالنسبة للجمعيات ده بقى اللي بيجيب لي بقى أرتكارية كده وقعد إيه أهرش في جسم كل شوية ومن كده الهرش يعمل يعني تجيلي قرحة إلى آخر إلى آخر فأقول فيها للجمعيات وحقولها والتها مئة مرة وحابر ربنا سبحانه وتعالى به المكان الوحيد الذي ليس به مصريف أدارية هو الجنة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين فلا فيها عناء أو شقاء أو صخب أو نصب انسى بقى انسى بقى ما نعودش نحن نكون آلهة أرحم من الرحمن الرحيم وعندنا قدرة أكبر من قدرة الرحمن الرحيم على استيعاب هذه الأعمال هو اللي فرض فرض الزكاة العمين عليها الجماعة بقيت تقول لك وانا شفتها حتى والأسف يعني بس مش مش في بعض الدول بدون ذكر أسمعها يعني شفتها في كذا جمعية 100% تبرع بأمرت إيه يا بجمعية 100% زكاة بأمرت إيه بزكاة يا خد تقول لا تقول لا ولو كان عندكم دخل آخر دخل آخر للمصيف الإدارية تعرف تعمله إيه بقى عليك تعلن عنه يعني لفرض أنا هقول هصدق تقول أنك تبتقولها هتطلع 100% زكاة و100% تبرعات هوصلها خلاص أنا موافق قول لي بقى هنا وأنا أسر إصرار واضح المعالم من أين تأتي بالمصاليف الإدارية واتطلعها بالقرش والريال والدولار واليورو والسنتيم تقولي بجيها منين واشوفي الكتلة اللي من دال كان فيه جمعية في أحد الدول العربية قالت احنا فيه مانح تكفلنا جزاور الله خلال مانح ربنا يكرمه فيه حاجة اسمها مبنى المبنى فيه كهرباء فيه ميا فيه ضرائب دي حاجة فيه حاجة اسمها موظفين في المبنى فيه مرتبات دي حاجة تانية فيه حاجة اسمها أمور تشغيلية للمبنى حاجة تالتة فأنا عايز أعرف المانح ده تكفل بكل هذه الأشياء وكم قيمة هذه الأشياء بالميزانية وحطها في جانب وفي الجانب الآخر أقول انت بقى جماعة تكام بهذه القيمة ننفرض إن الجمعية دي كان المانح ده مليون دولار أو سترليني أو يورو أو دينار إلى آخر طب انت بقى وجماعة كم لو جماعة مليون يبقى مصيبة يبقى خمسين يبقى فاية خمسين يعني ايه دي ما تقول مية في المية لو جماعة اتنين مليون يبقى تتكلم عن ايه خمسين في المية جماعة ثلاثة مليون ثلاثين في المية قول لي بقى طبعا ما في مانح اعطاك المصريف الدرية كم قيمة المصريف الدرية دي بالتفصيل وكم قيمة دخل كل سنة بالتفصيل عشان انا اقدر اقول ان انت لن اقسموا بالله لن تجد اي جماعة هذه الجماعات بتقول مية في المية يعني تبرع مية في المية زكاة عندها اقل من عشرة في المية مصريف ايه انها ما يكون اكتر انا اقسمت لكن انها ما يكون اكتر انا عرفهم 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 اه وانا هعمل اعلان بقى انا دوقتي بتكلم عن نفسي انا راجل شارع لا اتعلمت في جامعة اعلمتني التنمية والحاجات تتخينك كبيرة لا اتعلمت بالشارع انا بقول لكم مفيش دول مفيش اي اي مشروع او عمل ميداني يقل عن 7% 3% المكتب الميداني الرئيسي و3% 3.5% المكتب الميداني الرئيسي و3.5% المكتب الميداني الفرق بمعنى ايه اذا كان المكان ده فلسطيني وجنوب السودان بس 7% دول ما بين صنعة والخرطوم والدمشق وغازي عنتاب كما كاتب القاسية وما كاتب الفرماعية اللي هي في مقرب ودافور وإدلب والحسن نص هنا ونص هنا ما تجيش اللي بيع علي ايه بقى الميا في حرط السقين لا انا بس دهنا اللي بيع عمل الميا دهنا اللي بيع روحها احفر القبار وشايفها 7% فما تجيش جمعية تدعي التقوى والخشية من المنحين وتقول لها ديك 2% و3% حرام أنا بقول لك حرام حرام عليكم آياته الجمعيات المنحة دي نمرة واحد وبقول لك تاني وثالث ورابع وإحنا عادين في مكتبنا الوسيرة ومرتبتنا الباهزة اللي احنا عارفين احنا بتبقى ديئس بعض الأحيان ونيجي نقول لا 2-3% بس اقول لك لا اغني هذا مكتبك اليس هو مال الموظف الفقير المجتمع الفقير أنا بقول لك قد تصل هذه المصيف ليس مثلا 7% فقط للمكتب المدني بل قد تصل 10% وتتعدى 10% ثم بعد الفقاء افتوا واسمع دي بقى لكي يسعق من يسعق ويغم عليه من يغم عليه ويموت واحي من يموت واحي في المناطق الخطيرة جدا جدا رحمة طلع عليه شيخ فرسان المولوي كان أحد العلماء الفقاء في لبنان قال يا ابني لو أنت حتطر نكتصرف 50% علشان توصل 50% تاني في مكان لن يصدق أحد يوصل في المال إلا هذا فأصرفها في حاجة في حاجة شديدة لإحياء الناس مش في حاجة شديدة لإذلال الناس والمال ده ما للناس مش ما لنا وده بالنسبة للسؤال التاني السؤال التالي يا شباب استعملوني بس شوية نخرجين من العيد واكلين كحكة كتير فأنا بطلع على الطاقة دي عليكم فاستعملوني بقى يعني كحكة بقى ومسكويت وغريبة وفتير مشالتت عارفين الفتير مشالتت ده بيتقيمل في مصر من سنة كم؟ حصل فيه بين نقاش بيني وبين واحد أصدقاء كان بيظن في العيد فبقول له الفتير مشالتت ده الفتير مشالتت ده عشان السيتاب يعود على شالتة ويعملوه قال لي مين اللي قال لك ده هو بيحطه العجينة على شالتة ورموها في البتاع ده فرموها مرجعت أنا أقرا في الجوجل حاج جوجل طبعا مش شيخ الشيخ التاني اسمه جوجل والتاني اسمه ويوظه مش فيها كاسم وفي شيخ ويكوبيديا لقيت ان الفتير ده مشالتت ده بيتعمل في مصر من أربعة تلاف سنة اسمه مزالتت يعني ايه بيعملوه كده يتلتتوع كده وتحول اسمت فريد نرجع بعد تاني عشان بس ايه تفتكر الفتير مشالتت اللي احنا كلنا يا ملعيد اللي احنا ايه بدينا الطاقة دي عشان أكلمكم التسؤال التال كان اشتغال بعض الناس بالعمل خيري مما لاسى لهم قيم واخلاقيات العمل الانساني ويسيقل ايه طبعا زي ما انا قلت قبل كده في محاضرات كتيرة ملك ان في ناس مجموعة عايز تعمل عمل خير منهم هذه المجموعة خمس مجموعات اول واحدهم اصحاب رؤوس الاموال من رجال الاموال اصبحت موضة دلوقتي عندهم عندهم موالكتزة جدا ما عايز نعملوا حاجة ايه بعمل خير الرؤساء ونقبال العائلات الكبيرة في العائلات كبيرة عايزة تظهر ايه خيرية العائلة بتاعتهم التالتة بعد النجوم الهم المثلين الفنانين الرسامين الاعلاميين الإزاعيين السياسيين الرياضيين كل هؤلاء كل هؤلاء ربنات كل هؤلاء السياسيين الاخر الحكوميين دور التلاتة الاولين الاثنين التانيين بعض اصحاب الاعمال المشبوهة المتجين بقى في ايه المواد الضرة بالمجتمعات اللي بتجروا بقى في السلاح واللي بتجروا في المخدرات والعقين المخدرة واللي بتجروا في منتجة الافلام الابحية واللي بتجروا في السلاح الاغذائية البيضة والعقين الطبية البيضة كل هذي الأشياء اللي هم بيحاولوا يغطوا على فسادهم وفسادهم المجتمعات بالأعمال الخارج للفئة الرابعة الفئة الخمسة بقى دي موجودة في كل حتة في العالم الأفاقين والانتهازيين والمنافقين وكذا والنصابين فعندنا خمس فئات كيف نتعاون معهم بالنسبة لأول ثلاث مجموعات أنا بقول نتعاون معهم بطريقة معاينة غير التانيين لأنه في بيننا في بيننا وبينهم قواصم مشتركة عزمة اللي هو الفئات اللي نعاني فيهم اللي هي الفئات اللي هي بنتكلم فيها عن اللي هم رجال الأعمال والنقابع العائلات والنجوم دول يعني في بيننا وبينهم قواصم مشتركة عزمة فبنعمل لهم ايه بنعملهم برنامج نعرفهم بالمعايد الإنسانية والأخلاقية بنعمل خيري لأنهم جداد عليه بنشجعهم على العمل خيري مع المحافظة هم عايزين خاصية بتاعتهم لكونوا برزة الشركة بتاعتهم اسم الشركة اسم العيلة اسمهم يعني نتشجعهم على العمل مع الحفاظ على خصوصية العمل خيري والخصوصية بتاعتهم نما ثلاثة ندعوهم للتعرف على مشاريعنا لان نشوفوا احنا بنعمل مشاريع ازاي ونعمل لهم تقديم في مؤتمراتنا عشان يحسوا بالثقة في نفسهم يكون هم نجوم فعلا قائمة نجومياتهم على معرفية مجتمعية والآخر نحاول نبني بنا منهم الجسور والشراكات ده بالنسبة لمجموعة الثلاثة الايه الاولين اما المجموعتين التانيين الاخرتين دول فلابد نتعامل معهم بتلاقي مختلفة انهم فسدة 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 ونحن نتعامل معهم فيه ثلاثة اشياء نتكلم فيه اول حاجة نريد ان نرفع الرفع الوعي المجتمعي عشان تتعامل وعي الناس ده تتعامل مع مثل هؤلاء الناس نما ثلاثة نجد بديل مؤسسات بديلة تساعد الناس عواءة نعم بعيد عنهم نما ثلاثة نبني المنتدات والتكتلات الى اخير عشان ندفع نحو الناس اللي هما بينضروا من الافعال اللي هما بيعملوا ودي انا حشار حوافي في الاخر خالص لما نتكلم عن رسالتي الى الشباب فانتظروني في النقطة التانية التعامل مع الفسد والفسدين لما اقتحموا العمل الانساني والعمل الاجتماعي الخير السؤال الرابع في الخمسة فاتفضة اللي هو في بعض الجمعيات بتعتمد على الرئيس على المؤسس هاها وعلى اريبه وعلى خلانه وكل حاجات دي كلها ودي موجودة والأسف يعني والأسف 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 عندنا اعتماد معظم الجمعيات مش معظم الجمعيات بعض الجمعيات في ادارتها على من يقاموا بتأسسها والمقربين منهم من من يدمنوا الولاء لهم وبالتالي تنفيذهم لأساساتهم في ادارة الجمعية اي انهم مجالد على الرئيس متحركة يحركونها كافاً معراض وباعتبار بعض مؤسس الجمعيات انهم سبوبة ده طبعاً واضح بتتطلح دي كتير جداً جداً في أماكن الصلاعات المصلحة اللي المانحين والمؤسسات المانحة بيكون عندها صعوبة في الوصول إلى هذه الأماكن انا بعد فضل اسمه للأسف والأسف 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 بيقتل الإبداع والاتكار والتمكين والبناء المجتمعي ولن يبني قيادات مستقبل شابة قادرة على سياغة معايير استقافات المستقبل إليسنا الحضارة أبدا لن 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 انسوا 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 ده مرض ونتيجة الحتمية لهذا المرض اللي هو الشلالية والأرايب بقى والحاجات اللي كلها زي الأمراض السلطنية اللي بتفتك بالجسم بتاع الجمعية ثم تفتك بالجسم العمل الخير كله وتقود أركانه من أجل إيه المصالح الشخصية اللي الفلوس دي فيها مش فلوسك ولا فلوس أبوك ولا فلوس أمك ولا خالك ولا عمك لذلك إن أردت أن تأتي بأهلك وقرايبك اعمل حاجة اسمها فونديشن أو مؤسسة تجيب فلوسها من أهلك ومن أهلك ساعتها بقى نقولك تساعة تعيني رئيس مجلس الداري خالك وعمتك واختالتك مفيش مشكلة لكن تجيب الفلوس من عمت الناس لا لا يعني لا عشان نعالج مثل هذه الأشياء نابد نتبع إيه أول حاجة اتباع المعايير الإنسانية وأنا أضفتها أول أخلاقية لأن نحن عندنا المعايير الإنسانية التي تؤثر لي عمل مؤسسات والمعايير الأخلاقية نحن نبدأ ننضفها ونكتب تفاهم كنا عشرين معيار التي تؤثر إلى سلوكيات العاملين في هذا المجال أول هذه المعايير الإنسانية اللي هي الشخصية والحوكم الرشيد دي نمرة واحد نمرة اتنين اتباع أساسي الإحلال والتغيير في المراكز التنفيذية والتوجهية في الإنسان الرأي الوالية نمرة تلاتي الاهتمام ببناء منظومة التطوع أنت الجماعية نفسها تهتم بمصومة التطوع المجتمعي وبناء قيادات المستقبل من الشباب نمرة أربعة تراجع الجماعيات مع منظمات الحكومة أو إدارة الحكومية اللي هي قوانين إدارة القوانين المنظمة العامة الخيري وأصدار قوانين تضمن سلامة مسجد هذا العامل والتأكيد على تنفيذ المعايير الإنسانية والأخلاقية العامة الخيري لابد يكوننا تواصل مع الدوائر الحكومية نمرة خمسة اعتماد مبدأ مشاركة النساء والشباب أنا لابد ليه بقولي الكلام ده ليه لأن النساء والشباب بيساووا أكثر من 70% من المجتمع اللي احنا عايشين فيه ولابد يكون جزء من المنح وشروط الحصول على المنح أن يكون فيه في تمثيل أولئك الفئتين في الجمعية يعني علشان تستطيع أنها تاخد منح من المانحين تكون ده جزء من قوانين داخلية للجمعية نمرة ستة اللي هو شفافية الإعلان أنا ما بنزل عايز أعين ناس مدير تنفيذي أو رئيس مشروع أو يعني موظف أعلن عنه في الغراءة الرسمية وأسأله أول سؤال لما ييجي تعرفي مين في الجمعية تعرفي حد قريبك حد نسيبك حد كذا حد كذا إلي آخر سواء كان ده في مجلس إدارة أو رئاسة مجلس إدارة أو الجمعية نفسها مش بالتليفون بجيب الناس مش بالتليفون بجيب الناس مش بالتليفون بجيب الناس سمعته؟ سمعته المشكلة الخامسة اللي هي اعتباد معظم الجمعات من نساء على ثق التبرعات وده إليه الأم موجود وأغفال دول الوقف والإنفاق على مشروعات الجمعية طبعا ده مرض أيضا في رؤية كيفية جعلنا قادرين على جعل هذه الجمعية عندها دايمومة واستمرارية في العمل لن تستمر الجمعية في العمل دون أن يكون لها أقاف وأنا أقول للشباب كلهم أنا وغير يعني أني لابد من اليوم الأول يكون في جمعية بنبنيها بيد ووقفة بنبنيها بيد أخر يتنين يتمشي مع بعض الوقفة وعصب دايمومة بقاء العمل خير واستمراريته وهو منظومة أقاراتها الأعراف والأجياء منذ ألاف السنة أنا مش متخصف الوقف لكن أنا أؤمن به ولابد أن يصبح هو محور لارتكاز لاستمرارية هذه المساعدة المجتمعية الربانية الخالدة فبدون بناء ثقافة القطاع الوقفي ومؤسساته لن تستطيع المجتمعات والجمعيات والمؤسسات من استمرار في بناء مساعدة المجتمعية ولو إحنا إذا درسنا الجامعات اللي موجودة في الغرب زي هاربرد وغلا هتلاقي وقفياتها بعشرات المليارات من الدولارات عشرات المليارات من الدولارات فلذلك مفروض تقال لا تمت فقط على التبرعات تبرعات شيء وهي الأوقاف شيء تاني وفيه مصادر أخرى في استمرارية ممكن أن أنا أضعها على طويلات الجمعية كذلك أختم برسلتي للشباب بسيطة ما أعمل كل مرة ورسال المرة دي طويلة شوية وهي ليكم كلكم وأنا عارف أن كل الأعادين بيسمعون دول الشباب قد حدست معكم أيها الشباب أيها الشباب الشبات والشباب يعني عن خمس مشاكل تواجه لعمل خالي منها مشاكل خاصة تخص تصرفات الأفار اللي عاملين فيها والمؤسسين لها ورؤوسائهم المسؤولين عنها ومنها المؤسسي الخاص بالمؤسسة وهي كلها الداخلية والمؤسسات الموزية والمؤذرة لها فبنسبة للمجموعة التانية كان فيها الأوقاف الآن فأنا أن ندرك أن الواعي في المجموعة التانية هي المجموعة المؤسسية الواعي هو محورها الأساسي لأن العمل الخيري سمعوا بقى دي لو سمحته ليس حكرا على أفراد دون أفراد ولا أحزاب دون أحزاب ولا أجناس دون أجناس ولا ثقافات وأديان دون ثقافات وأنهم مفتوح إنما هم مجال فضفاض يعمل بداخله أبناء البشرية جمعاء لأن النار بنا حد تتعامل الخير كصفة من صفات أبناء البشرية حتى الحيوانات حتى الطيور أبناء البشرية جمعاء فيؤثرون لسياسة العمال الخيرية ومعاييرها ورسالتها وأهدفها وقيامها وأخلاقاتها ولكي يستقيم أو تستقيم بناء منظومة الوعي هذه على أن نعمل إيبا؟ أن نبني مؤسسة الوقف مؤسسة الوقف وهي المؤسسة الوحيدة الضامنة لديمومة استمرارية كافة الأعمال المجتمعية الوعي كالكريمة والوقف كالبناء عليكم يا الشباب أن تبنوا هذه المؤسسة الوقفية جنبا إلى جانب كل مؤسسة اجتماعية ومنذ اللحظة الأولى منذ اللحظة البدء عملها الأولى يصبح هذا رقف جزءا لا تجزأ من ثقافات الشعوب التي نعمل فيها من أجل بناء مجتمعاتها ونحفظها على مقدراتها ثم بعد ذلك يمكن عندنا وقف رفع قدرات العاملين لابد أن أنا أنفق عليها ومش تجي تقول لي ما فيش مصري قدرية العاملين في المهدام مين اللي قالك كده مين اللي علمك كده مين ثم بعد ذلك رفع قدرات العاملين وتمكنهم من بناء مؤسساتهم على هج من هذا الوعي المجتمعي لابد في معينة لابد وإحنا بنرفع المكفاءة دي والقدرات دي يكون فيه هج هج مجتمعي داخل المجتمعي ثم بعد ذلك رفع قدرات العاملين وتمكنهم من بناء مؤسساتهم على هج من هذا الوعي المجتمعي الذي اكتسبوه اثناء بناء طرق وأساليب دي ممت بقاء هذه المسيرة المجتمعية المنظمة لحياة الأفراد وبناء مجتمعاتهم والذي سوف يحيون فيها داخل أرويقة كائناتها وسبلها لذي يتشارك فيها تنمياتها وتطورها ويبقاها كل فرد من أبناء المجتمع قولة تانية لأن دي سواء تقيلة بعد أن لدي مؤسس الوقف ثم بعد ذلك رفع قدرات العاملين وتمكنهم من بناء مؤسساتهم على هج من هذا الوعي المجتمعي الذي اكتسبوه أثناء بناء طرق وأساليب ديمومة بقاء هذه المسيرة مش الجمعية بس هذه المسيرة المجتمعية المنظمة لحياة الأفراد ومنظمة لبناء مجتمعاتهم التي سوف يحيون فيها داخل أروقة كيانتها وسبولها التي يتشارك في تنميتها وتطورها ويبقاها كل فرد من أبناء هذه المجتمعات كلنا شركاء في بناء المجتمع كلنا شركاء في بناء المجتمع كلنا شركاء في بناء المجتمع ثم أنتقل يا شباب بكم بعدما تكلمنا عن الوقف والبناء الداخلي في المؤسسة والواعي وبناء قدرات إلى داخل أغوار النفس البشرية سنتكلمين على الفسد والمفسدين نندخل بكم إلى داخل أغوار النفس البشرية التي تسكن بين جنبات أرواحنا شايفينها هنا النفس هنا ونفسنا وما سواها أغوار النفس البشرية التي تسكن بين جنبات أرواح أجسدنا لكي نعالج أمراضها الخبيثة والخبيئة فيها فنعالج فيها أنفس قيادات المجتمعات الذين تصدقوا من قيادات هذه المجتمعات من المصلحين ومن الفسد والمفسدين في جانب مصلح وجانب من الفسد والمفسدين زي ما كلمت أنا قبل كده عنها وقتك معك لما فيها فرسات الشباب إن قضيتكم يا شباب ستكون مع الجانب الجانب المصلح والجانب الفاسد أما مع المصلحين لما قبلوا بلان حسنا وأسسوا جمعيات وقبلوا بلان حسنا فنعمل تعامل معهم إزاي كل هؤلاء حريصين على أنهم يستمروا بيروحنا لو مشينا جماعة حتفشل أو جماعة حتتراجع إيه لأخير فنعمل معهم إيه فنبصرهم على أنهم إيه بيتمسكوا بدولهم القيادي بتقول يا سلام الرجل ده ليه مش عايز يمشي وفي نفس الوقت عندهم أراء هم يعني ثقافة معينة فده لهم دي المشكلة اللي بيننا وبينهم وذلك المصلحين هم لأسوا الجماعيات في الأول نعمل معهم إيه قد يكونين بعض منهم محقا لك أنا أصلي لو أنا مشيت الجماعة سراك ولكن الظروف المجتمعية تغيرت بقى خلاص يا عم الحج اللي أنت سمك كان سهاني لبنى خلاص دورك انتهى يعني أنت كنت اشتغلت 24-25 سنة في مؤسسة ما وخلاص بقى أنا خلاص كفاء عليك كده قد يكون بعض منهم محقا صح في هذا ولكن الظروف المجتمعية تفرض عنها اتباع سياسة الإحلال والتبديل فعليكم يا شباب أن تتعاملون معهم بالحسنة لهم الناس الطيبين دول اللي والك لسه أنا عايز أكمل وتجدون لهم أنت يسمعوها بقى أدوارا أخرى تناسب قدراتهم وخبراتهم وقيماتهم في المجتمعات وتكون مكملة الأدوار التي يقتقون بها القيادات الشابة الجديدة يعني الشاب ماشيين في طريق إلى الأمام وهم بيخدموا عليها أما القيادات الفاسدة بقى أنا ما أتكلمش عنها والمفسدة فعلينا لابد نطبق معهم سياسة الإحلال والإبدال بطريقتين الأولى بالإحلال التشاوري يعني نقع معهم كده بالزوء والأدب عشان ما نصدمش بيهم ولهم يعني جزاكم الله خير ومع السلامة بعد إيه؟ بعد أن نرفع درجة الوعي لده المجتمعات لأنهم هم مغطين نفسهم بالعمل خير لكن تحت الغطة ده هم فسدها مع شرط عدم استخدامهم مرة أخرى في العمل الاجتماعي في بناء أركاء مسيرة البناء المجتمعي خلاص ده بالإيه؟ ده بالتفاهم لكن هذا لا يعفهم من أن يسائلهم أي مواطن في المجتمع عن فساد أو ظلم حاصل ليه منهم من حقه أنهم يقاضيهم أمام المحاكم يبقى إن كنت نحن مش هنستطدم بيهم وحيمشوا بالهدوء كده يبقى ده التعامل معهم لكن من حق أي فرد من فرد المجتمع أنهم يقاضيهم ويحاكمهم أما الطريقة الثانية اللي هي الطريقة الثورية لو هم من الساعة عشرة نتجنب الصدام بعد أن نرفع عليها درجة لوعي المجتمع أيضا مرة أخرى نشيلهم بقى بالرفض أو بالانتخابات إلى آخره إلى آخره إلى آخره ده لأنهم لو فضلوا داخل الجامعات بإفاسة ذلك لأنهم عندهم ممكانيات وعندهم أصدقاء وعندهم مريدين تفضلوا هيكون هم العقبة الكأود الكبرى في إحداث مسيرة الإسلاح المجتمع لأنهم فسدة فسدة أنفس فسدة وهذا أيضا حتى نشرناهم بطريقة ثورية بالانتخابات حجد كلها والإقصاء هذا لا يعفيهم من المحاسبات القانونية أمام المجتمع من الأفراد والمؤسسات الأخرى الذين تضررت من فساد أعمالهم يعني القضايا الشخصية للأفراد والجامعات الأخرى ضدهم شيء ونحن نشرهم من من الجامعين اللي إحنا ممسكنا دي شيء تاني وعليكم أيها الشباب أيضا داخل هذه المنظومة الإصلاحية أن لا تنسوا وصائل الإصلاح النفسي للأنفس البشرية لتكن ديادنا لبناء قيادات وخضرات شبابية تقود مستقبل مسيرة مجتمعاتنا القائمة على أخلاقيات وقيم ومعايير وثقافات الأعمال الإنسانية الخيرية التي نريد أن تتزين بها مجتمعاتنا وأنتم يا شباب أهلا لهذا لذلك وأكثر قدرة مني على قيم بها دين مهام الصعبة يا شباب بقى بالتالي مفيش عمل من غير أخلاق وقيم ومعايير وثقافات مفيش أبدا لابد نحط هذا وإلا حيجي الفاسدة يضعوا القيم وأخلاقهم ومعاييرهم ورسلتهم أنا كل ثقة فيكم يا شباب فمسيرة المليون ميل التي بدأها أسلفنا منذ عشرات السنين عليكم ونحن معكم أيضا أن تكملوها ولو بعد عشرات السنين لن نيأس على الإطلاق إن الحياة لم تتوقف لموت أحد حتى الأنبياء رسل أماماته عليهم الصلاة والسلام أجمعين السيد محمد صلى الله عليه وسلم والأخارين مفيدش الحياة لم توقف لموت أحد ولن تتوقف بموت أحد وسوف تنتقل بكم الحياة سوف تنتقل بكم أركان الحياة من تلك التي نبنيها فوق الأرض لتلك التي سوف نحصدها تحت الأرض قبل أن تعرض على الملأ يوم العرض الأكبر الذي لن ينفعنا فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب من سليل فجعلوا سلامة قلوبكم منهاجا لإصلاح مجتمعاتكم أولها مرة تانية عشان أختم لأطالت عليكم كنت فاقين هخفف الموضوع النهاردة لكن كحك العيد الدنيا الطاقة والفتير المشالتة اللي هو في المعمل المصري أكثر من 4000 سنة أنا كلي ثقة فيكم فمساة المليون ميلا التي بدأها أسلفنا منذ عشرات السنين عليكم ونحن معكم أن تكملوها ولو بعد عشرات السنين ونحن معكم أن الحياة لم تتوقف لموت أحد ولن تتوقف لموت أحد وسوف تنتقل بكم أركان الحياة من تلك التي نبنيها فوق الأرض لتلك التي سوف نحصدها تحت الأرض قبل أن تعرض على الملأ يوم العرض الأكبر الذي لن ينفعنا فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سنين فجعلوا سلامة القلب ده شيء مستهل سلامة قلوبكم منهاجا لإصلاح مجتمعاتكم إذاكم الله خير وأشكركم جميعا أحسست معكم وأسف على الأطالة وأتمنى أننا أنا أكون استفدت وأنتم تكون استفدتوا إن شاء الله سعيد بوقودكم معايا وسعيد بوقودي معاكم السلام عليكم ورحمة الله إلا لو كان في أي سؤال أخ علي من الشباب الموجودين ممكن استقبل أسئلة على الشات أو قرف على اليد في حدي علي لم تصلنا يا سهلة دكتور لحد الآن طيب خلاص أنا أشكرهم بقى ولهم جزاكم الله خير في استفسار من الأخ الهان حسن 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 السلام عليكم عليكم السلام كلا عماتكم خير أساتي ضد لفاضل الساد هاني والإخوة الموجودين السلام عليكم ورحمة الله في عندي استفسار الساد هاني ذكرت في أثناء حديثكم بخصوص موضوع الإداريات الإداريات التي نصفت هذه المصارف الإداري نعم أصبحت الآن عبا يعني لأن كل منظمات التي تحاول أن تمول بمشروع معين تحاول أن تخفض من نسبة الإدارية للجمعية وهذا يعني يجعلنا في موقف محرج أمام حسن الأداء وأمام الجهات المتبرعة على سبيل المثال في هذا الرمضان حصلنا من بعض المتبرعين بمشروع مشروع كسوة العيد كسوة العيد يقدر يعني ليس يعني له سعر معين عندما تأخذ طفل وتشتري له ملابس العيد قد يختلف من سعر إلى سعر قد يعني قد يزداد السعر بسبب اختيار النوعية الجيدة أو الحجم فهذا يعني يحرجنا أمام المتبرع باستلام النسبة الإدارية المنخفضة جدا والتي فرض علينا نسبة 5% وليس 6% ولا 7% في هذه الحالة يعني خاطبتهم وحاولت نقنعه بأنه هذه النسبة قليلة جدا لأنه قد يؤدي إلى عدم حسن الأداء هذه من أهم المشاكل التي نواجهها في عملنا الصاد هاني كيف نستطيع أن نقنع هؤلاء الإخوة أو هؤلاء المتبرعين برفع نسبة أو النسبة الإدارية لأي مشروع معين أنا اوافق معك 100% فيما تقوله لأن أنا برضك يعني جاي من نفس العباء بتاعتكم أنت من العراق ولا منين شكلك كده من عندنا من العراق المهم فال3% وال5% زي ما أنا قلت لو أنا عندي جمعية في مثلا في بغداد وليها مكاتب خارج بغداد عايزة مثلا أوزع في أربير ولا في دهوك ولا في البصرة 5% ما تنفعش لأن العراق دولة كبيرة عايزة مواصلات وعايزة 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 فالدول الكبيرة دي كلها محتاجة ما بين 7% لعشرة في المية تتقسم ما بين اللي هو المكتب الرئيسي الجمعية في العاصمة والمكاتب الفراعية زي ما أنا أكلمت فيها ودي مش هتتعمل إلا ما نحن ناخد وقفة دايما بقوله نعمل منتديات ونعمل اتحادات واتريفات تقول مش هناخد نسبة أقلي من 7% علشان تقسم النسبة دي ما بين مكتبي أنا الرئيسي اللي هو موجود في بغداد في بغداد أو موجود في أربيل والمكاتب الأخرى الصغيرة اللي أنا بروح أوزع فيها دي كلها لأن حركة التوزيع النفسها تحتفروس أنت مثلا في بغداد فيه كم حية هتوزع فيه هتودي مثلا اللي هو الإقاظمية وحتودي الأعظمية وحتودي مثلا في داودي وحتودي في الكرخ كل حركة من دول عايزة عربية وعايزة متطوعين وعايزة 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 هتجيبها منين مش بتمن الفستان فقط تمن الفستان والشنطة دي شيء وتمن جهد الموظف اللي حيروح ويركب العربية وإذا حاجة ده لابد المتبرع يفهمها أنا معزلة يا أخ إحسان أخ أخ إحسان المتبرع اللي عايش في حتة مريح فيها دي متخيل إن كل ناس عايشة زيه أنت مثلا عندك فيه عايزة بالله كان فيه في العراق في يوم الأيام جماعات رهابية خلي الحركة في بغداد وخلق بغداد مستحيلة يعني الموظف اللي عندك ممكن يخرج ما يرجعش صح ولا غلط صح فإزاي أنا ما قدرش يعني المتبرع بتاعي ده ما قدرش يستشعر يستشعر حاجيات الموظف الموظف ده يعني مثلا أنا أنا افتيك في مرة من المرات وإحنا بنوزع مشغول أضاحي في بغداد من من سنة ستة وتسعين أنا أنت عراقي أم من بلد تاني لا من العراق أستاذ ما عرفت من حتة العراق دي يعني ما عرفت أنت عراقي يعني متقبت بتاعك ربنا كنون الموظف في وضات الأوقاف ما يسويش خمسة دولار بقيمة اللي هي الدنار اللي هو مثلا أربعة تلاف أو خمسة تلاف دنار في الشهر والخروف اللي أنا بنسليه تلاتين أربعين دولار فما عدنا نتكلم مع بعضنا قلنا الموظفين دهم إحنا اليوم عندنا جانب نديهم لأنهم أصبحوا مستفدين ودهم موظفين حكومة مش موظفين جمعيات كمان الفقه ده هنطلعنا إمتى أخ إحسان في 96 في أول زيارة اللي هي أنا في العراق 96 كانت قيمة الراتب الراتب أستاذ جامعي يعني أقل من 10 دولار أنا عارف أنا عارف لما جاني نوزع لقيمة الدولار بالنسبة للدينار لما جاني نوزع لأن الخروف مش ممكن في علا حتى 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 استطيعنا تشتري لنفسها ودي العراق مش أي دولة يعني نتكلم فيها وقالنا لا لازم موظفات الأوقاف موظفينها نديهم حصة وديناهم حصة فعلا من ليه وهم ده الموظفين حديقة قولي مش محتاجين لا محتاجين لأن الدولة كان تمر بشائحة خطيرة جدا وحصار حصار قدى لموت مش عارف قدى إيه من الأطفال عشان اللي هو اليرانيام اللي اتضرب بالقناة فذلك لابد المتبرع ده حد يعلمه ونقول للمتبرع لا تستعل بمالك الملمس مالك يا ابني الملمس مالك يا بنتي المال ده مالي الفقير وحتى العامل اللي هو الميداني ده يعتبر من أحد من يجوز علينا انفاق عليه لأن المكان اللي هو عايش فيه لابد أن يعيش هيعيش ازاي في بعض الأماكن ما فيش أي خدمات اجتماعية ما فيش أي أمن ما فيش ما فيش ناس بتشتغل بأروحها عشان انت ايه وبيشتغلوا كام يا أخ إحسان أنا أعرف ناس من الشباب الإغاثات في كل مكان في العالم بيشتغلوا عشرين ساعة في اليوم خمصوش ساعة في اليوم بيأخذوا فتاة الأموال بنرجع نقول لا ما ندمش مصيف إدرائي فإذا يجب تقعب مع الجمعيات اللي عندك وتعملهم منظومة علشان تحاول ترفع وعي المشكلة المشكلة هو مثلا على سبيل المثال المتبرع مثلا كان يتصل بي من بلد النروج حاولت أن أقنعه بكل يعني قلته يا أخي أن المبلغ الذي خصصته للمشروع قسوة العيد هو قليل جدا لو كان المبلغ على الأقل يعني مثلا يكون مبلغ كبير سوف نستطيع أن ندرك الأمر حتى بخصوص الإعلان بخصوص اللافتات بخصوص أي شيء ولكن لم يقتنع يعني حاولت أن أقنعه أبدا لم يقتنع فكان يعني فرصة لنا مشروع آخر جمعنا المشروعين لدمج مشروع واحد يعني ليكون مشروع واحد حتى استطعنا أن ننفذ المشروع ولكن بعض المتبرعين مثل هذا الأخر الذي اتصل بنا أو المؤسس الذي اتصل بنا حاول أن يتصل بمؤسسات أخرى وقال لي من سينفذ المشروع بأقل من هذا السعر الذي أعطيتني بثلاث دولارات يا أخي خلاص قلت لك يا الله مشكلة نعم هو هذه مشكلة نعم فالذلك أنا أقول لك يا أخ أحسان تعب مع الجمعيات ويقول الجمعيات إيه سقف التبرات المصير القدرية بتاعتنا بحيس نحن كله نقول نفس الدسالة بحيس لما نفس النسبة نتحد مع بعض لأن ما ينفعش أن أنا أجي أتسابق مع جمعيات أخرى عشان نأخذ المشروع من الجمعيات التانية فلابد تعب مع الجمعيات وتعملوا اللقاءات تحددوا فيها ما هي قيمة مصير الإدارية مع بعضنا وإيه الرسالة سنقولها المتبرد سواء من نرويج أو من أوروبا أو من خليب نعم عندي سؤال ثاني لو سمحت إدارة الجلسة دكتور بخصوص موضوع هناك يعني مرات يتدخل الشيوخ في عمل المؤسسات يعني في نظري أنه واجب الشيوخ هو يعني التوجيه والإرشاد وأشياء من هذا القبيل ولكن التدخل الإداري لبعض الشيوخ مرات يضعف المؤسسة أو يؤدي المؤسسة إلى انحياص إما طائفي أو يعني يؤدي بالمؤسسة إلى اتهامها بأنها طائفية أو منحازة إلى طرف معين هذه هي أيضا من أهم المشاكل التي نعانيها في العراق بالنسبة للشيوخ يستشاروا حينما نطلب منهم المشهورة بمعنى إيه أنا عندي استشكال معين في قضية مجتمعية عايزة أكون فيها رأي فقه أستشير الشيخ فيها لكن الشيخ مش مؤهل إن هو يدير مقبلك الشيخ مؤهل إن هو يفتي إن هو ربي وعلم وخبر على إنه يصدر فتوى أنت ربيت على إن أنت تشتغل في المجتمع وتعلم مشاكل بتاعك فعليك أنت تبني العلاقة دي بينك والمشايخ ربالك تأكدت إحنا من أهل السنة أو من أهل الشيعة أو أي طائفة من طواقف الأخر ويا شيخ إحنا بنتعامل يعني مثلا أنا أحاديك مثلا أنا يوم ما جيت العلاقة في 96 والوزير جزايا والله خير هو لسه عايش موجود دلوقت ربنا يديره الصحة دائما أنا منس إسمه رجل محتلم جدا جي بعض الناس يقول نحنا الشيعة أو سنة أو سنة أو سنة أو سنة أو سنة أو مسيح أو مسلم أنا عندي أضراحي 300 ده كام ده 96 الوزير كان قاعد ومستوعب الكامل أنا بقوله وحسني في بعض الموظفين عايزين أو أزعو على الأماكن بتاعتهم لا عندي شيعة أو سنة أو مسلم أو مسيح لأجد أنك وزعنا في السجون يعني أنا نزلت في البصرة ونزلت في الكربلاء وفي النجا وفي الكوفة وبقيت هناك بالشاحنة لكالتلاجة لقد أخذنا تلاجة من بغداد عشان نوصل بها لغاية البصرة ونرجع تاني أقبالك عشان الطليان تقولون تعالون الطليان أو الحلال ما يبصش لكن ما دخلنش يخفيها الشيخ أنا جاء يقول له فيه جزء محدد شرعي أنا عايزك تعمل فيه حاجة واخبالك لكن يجي الشيخ يخش معه في مجلس دارة يعرف معايير العمل الإنساني ما فيش تفرقة بين شيعة وسنة بين حنفي وشفعي بين سلف وصوفي بين مسلم ومسيحي لأن المحتاج حيأخذ حيأخذ مهما كان وليس من تقف زي الصخرة قدامهم قللهم لا مش حينفى لأنهم لو دخلوا عندك كل وقت جاي بين بالباكتج بتاعتهم اللي هو الخلفية بتاعتهم فلذلك لذلك لذلك أنا أقول لك في 96 كان دي أول دخل طبعا جيت العلقة كتير فضل الله سبحانه وتعالى قلت لهم لا ما فيش شعة وسنة ومسلم ومسيحي أبدا لذلك دخلنا بعض التليان دي للسجون للسجون كذلك كان فيه تفضل منها وجموعة فاتبرعنا بهم لأحد السجون اللي موجود بسلم مش فكر أنه سجن فيه وعملنا تقرير ودنا يونيسيف له كمسؤول المسؤول عن عمل إنساني تعالى أمم المتحدة بالتالي لا أنا أسأل شيخ في اللي أنا عايزه أن الشيخ فقيه في الشرع ولا تفقيه في المجتمع أنت فقيه في المجتمع ولا تفقيه في الشرع شكرا يا أخي حسن ممكن سؤال يعني ممكن أوضح نقطة ثانية شيء دكتور واجهنا في هذا الرمضان يعني مشكلة أخرى قدنا نلتقي بك ما بعد العيد كان من المفروض أن تزورنا دكتور ولكن يبدو أنه تأجل للموضوع العيد ما نحن كل أيامنا أعياد فأنا أعجلك بعض أي عيد منهم إن شاء الله إن شاء الله الله يطل الحملكم العائق الثاني أو العائق آخر يعني ظهر العمل الإنساني في هذا الشهر المبارك الشهر رمضان هو وجود غروبات ظهرت على الفيسبوك دكتور يعني غروبات غير منظمة أو غير مرتبة كل واحد منه يسعى إلى جم المبالغ لقضية معينة أو منهم مرضى ومنهم فقراء يعني يحتاجون إلى دعم لبناء بيوت لهم في مدينة يعني يعني أكثر أقول أنه أكثر من عشر غروبات ظهر في المدينة وجمعوا أموال طائلة وهذا يعني سبب في فوضى في العمل الإنساني فوضى في العمل الخيري في المنطقة وأعتقد أن هذا النموذج ظهر في أربيل وفي بغداد وفي معظم المحافظات العراقية بسبب انقسامها الطبقي أو انقسامها الطائفي أو الحزبي لكثرة الانقسامات الموجودة في العراق أنا رسالتي بالنسبة للشباب والجمعيات هنا إننا لو في شاب عنده مبادرة معينة أنا أحفظ له هو صعب يحصل إيه يا أخ إحسان إن إحنا الشاب عايز يعمل شيء فالجمعية ما بتستوعبوش وبالطالة نشغل وحده الشغل لوحده ممكن يؤدي لأخطاء ده الله أعلم إيه الأخطاء ده الله أعلم لكن أنا كجمعية كان جزء من مهمتي إن أنا أستوعب مبادرات الشباب كان يكون في تالة أربع شباب انت فاكر مشروع الدينبر اللي هو الدنابر اللي أنت عملتوها في الموصل أنا قابلت مع الشاب اللي اسمه زنون زنون أو اللي اسمه يعني هو شاب نوبدعين دول إنه هو بتدع عملها فهو عمل أنت عارف الدنابر دي عشان تخش في الحواري بتاعت الموصل فالمشروع اللي هو عمله ما تكلفش يمكن 10-20 ألف دولار كان فيه مسأسات أخرى بتطلعوا 300 ألف دولار وعشان كده هم أعطوه جايزة في دبي فيها بعض فذلك أنا نصيحتي للجمعات إيه لو أنتوا لقيتوا بعض الشباب عندهم مبادرة احتضنوهم قلوا بيشتغلوا معاكم علشان تأثروا إنكم تحت تستفيد منطقات الشباب وفي نفس الوقت تؤثروا لكيف وتصرف مثل هذين أموال لكنه في الغالب أو في بعض الأحيان في بعض الشباب أنا بس أسمى جزئين بعض الشباب بتقولك لأ مما مش هلين نشتغل معهم وعلى شاب أعظم مش هلين نشتغل مع الجمعيات ده بيكون فيه خطورة فيها لأن أنا معرفش الأموال اللي حيجمع على الشاب ده الوحده كيف ستصرف وكيف ستقيم وكيف سهل المستعقية أنا لا أشكك في الشباب لكن أقول علشان نبني مجتمع في عمل مجتمعي جيد وإنساني جيد لابد أن أنا في جمعيتي يا أخ إحسان أنا شخصيا اللي هو أتبنى هؤلاء الشباب معايا أخ إحسان هلو نعم نعم معاك دكتور بالضبط نعم قدرات الشباب يعني فعلا هو أغلبيتهم من الشباب واستطاعوا أن يجمعوا كثير من أنا سعيدها بقى يا أخ إحسان أنا 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 الأب الرعي لهم نعم يعني يعني لهم لهم قدرة وطاقة لهم استماع لهم يعني سماعة جيدة ولكن يعني قد يكون هناك يعني مشاكل مالية فيما بعد يعني دكتور مع المشكلة يعني في حق ما هوق ولا الطوش ولا الفزع دي بتخلي نسكو وتوقف معهم لما تي بت يعني توقف شعر في أخ حسان أسهل شيء هو جمع المال أصعب منه صرف المال أصعب وأصعب عمل التنموي أصعب وأصعب وأصعب قياس الأثر فهم هم شطار في جمع المال لما نخش في حسابات أخرى فلذلك أنا أقول إيه إن إحنا لا نشكلك في الشباب لكن نستوعب هم ونجع لهم النجوم في جمعياتنا يا أخ 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 في أسئلة تانية يا علي ما في أسئلة تانية دكتور لا شكرا نشكر الناس وإن شاء الله يعني كنا عايزين نأكل في العراق يقول المن والسلوان نأكل المن والسلوان إن شاء الله إن شاء الله نلتقي بيك دكتور ونأكل فسنجون عرف الفسنجون فسرجل فسنجون سفرجل غير فسنجون فسنجون لا لا ما نتبعه خلاص تمام إن شاء الله انت مش عراقي بقى خلاص نزاك الله خيرا نكتور السلام عليكم والسلام ورحمة والسلام شكرا